بسم الله الرحمن الرحيم مرهبا بكم في قناة مستر عوض ربيع اللي بيشوفنا الاول مرة ما انساش فعل الجرس عشان يبصر لكل جديد واللي متابعين من اكيد ما انساناش من اللايك والشير ان شاء الله النهاردة انحلل الصف السادس الابتدائي من كتاب الجيم الدرس الرابع والخامس صفحة خمسين وواحد وخمسين عندنا السؤال الاولاني الليسن اند كومبليت اسمع وكمل يوجد بحق انا الاك سكتلات but there are lots of things i miss about egypt the warm sunny weather and especially the food scottish food is ok but Egyptian food is better for example for breakfast a lot of scottish people eat brodge They usually make it with milk And they sometimes put honey on it But I really don't like it Also, I miss the warm sunny nod of Egypt ونفتغطت أي لمس أكيد الطقس Weather بعد كنا number two For breakfast الفطار A lot of Scottish people eat بيأكل مين بردج رقم three They usually make it with milk And they sometimes put honey بعد كنا معنا السؤال number two Read and match إقرا ووصل اللي متابعنا طبعا بيعرف إنه نازم نشوف العمود B الأول وبعدين نخش على العمود A Number A بيقول Egyptian food الطعام المصري is better أفضل Number B So we have a great view over the trees Trees We have a great view of trees نمبر بي هتبقى اوان نمبر تو سكوتش فود از اك بط ولكن بط ولكن ايه ايجبشان فود از بادر نمبر تو لقى ايه نمبر ثري فور بريك فاست للفطار ها في الفطار بنعمل ايه عندي ايجبتين الكثير من الملابس رقم ثري انا في النهاية في سكوتلاندة هنا شيقة رقم دي ثم معنا سؤال رقم ثري سؤال الرقم ثري اتكي استقرأ لنص and answer the question My name is Hana اسمها Hana I am finally في النهاية in Scotland Our apartment is on the third floor في الطابق السالس and the park is on the other side of the street على الجانب الآخر من الشارع so we have a great view عندنا منظر رائع جميل over the trees People use باستغرموا the park الحقيقة a lot كثيرا for support us للرياضة and making friends و تكوين الصداقات so there is always there even something شيء ما to see there لننت تشوفوه هنا Scottish food is ok quite good but Egyptian food is better أفضل for example for breakfast a lot of Scottish people eat brunch they usually عليها تنميك بيسمعها with milk باللبن and they sometimes I hand put honey بيضع العسل on it عليها بطو لكن I don't really like it لكن حقا لا أحب هذا أول سؤال a lot of Scottish eat بيأكلهم eat brunch number two Egyptian food الطعام المصري is not than the Scottish food أكيد أفضل better بعد كده معنا السؤال where is هنا أين هنا نشتب where ونرجع is ورا هنا ونشوف القطع على هنا هنا فيه لو بصنف القطع هتقول I am finally in Scotland رقم رقم بعد كده معنا السؤال رقم four what do people do at the park نشتب what ونشتب do ونضغل في القطع على people للناس بتعمل في الحديقة لو بصنف القطع هنشوف people الناس use the park a lot for sports and making friends دي رقم four بعد كده معنا السؤال reorder الرابع الترتيب هذه الكلمات how are how are singers with you كيف الاحوال معك زي how are you يعني بعد كده number two scottish scottish people الشعب اللي هو من سكوتلندي eat بيأكل broach for breakfast fast بعد كده معنا السؤال رقم 4 our apartment شاعتنا is in the city center in from north west and in s come in the city s في الاخر نضع فلسطوب لانها جملة بعد كده معنا سؤال write informal email اكتب email غير رسمي يعني غير رسمي يعني ما بينك و بين صديقك لكن الرسمة بينك و بين المدرس شخصية كبيرة شوية تمام words to your friend إلى صديقك in Egypt telling them اخبره about your new life عن حياتك الجديدة سنوات تشوفين حضراتكم write an informal email تقريبا من خمسين لستين كلمة to your friend صديقك in Egypt في مصر telling them اخبره about your new life عن حياتك الجديدة هو سيب لك هنا مفتوح قدامك ان انت تكتب from to kaza مش جايب لك هنا اسمها في السؤال هنكتب و النفر لأي اسم من from from علي علامة yahoo dot com من يوسف علامة yahoo مثلا yahoo اي امتداد انت عايزه هو هنا مش محدد لك اي حاجة الموضوع اللي بتكلم بتكلم على بيقول لك your friend and in Egypt telling him about new life الحياة الجديدة بعد كده هقول له hi عزيزي الغالي عزيز الغالي مين يوسف كما هكتب لي جملة افتتاحية و النفر زي اللي انا قلناها قبل كده how are you كيف حالك how are you and your family كيف حالك و كيف حال عائلتك i am happy انا سعيد جدا to write this email انا سعيد و انا بكتب اليك هذا الاميل i tell you انا اخبرك about عن new life الحياة الجديدة و اختر اي مدينة مثلا new life الحياة الجديدة مثلا في رميات الجديدة مثلا نقطة بعد كده نحاول نوصف المكان بدعنا نقول i leave in apartment في شقة in the city center في وسط المدينة اقول كمان my my apartment شئتي is near قريبة is near مثلا in the park in في القرب من الحديقة my my apartment my apartment is on the third floor ثم اضع امضاء علي لماذا امضاء